فالعشر الأواخر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف فيها وكان كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا دخل العشر شد المئزر وجد وأيقظ أهلها عليه الصلاة والسلام جد وشد المئزر وأنه يخصها عليه الصلاة والسلام بمزيد من العمل ومزيد من الاجتهاد ما لم يكن يصنعه قبل ذلك وهذا جاء في رواية عند أحمد أنه كان يخلط العشر التي قبل الأخير بشيء منهم فإذا جاءت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيى ليلة عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر كل عام ومرة ترك الاعتكاف ثم قضاه في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر وكذلك ورد في أحاديث أخرى لكن المقصود هنا هو الإشارة إلى فضل العشر ثبت في الصحيحين من حيث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف رمضان جميع رمضان لكن في مسلم صريح أنه اعتكف من أول رمضان وأنه كان يطلب ليلة القدر ولم يعلم ليلة القدر في أي رمضان فلما كان في العشر الأوصر واعتكف عليه الصلاة والسلام ففي ليلة أو في صبيحة عشرين من هذا الشهر مثل اليوم أخرج رأس عليه الصلاة والسلام من القبة وقال إن الذي تطلبون أمامكم ومن كان معتكفا معفا ليعتكف يعني يريد أن يعتكف العشر أخير وقال إن الذي تطلبون أمامكم إن الذي تطلبون أمامكم